الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لانشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة الرئيس السيسي يتابع جهود إعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العامة والقوات المسلحة توقع برتوكول تعاون مع الكنيسة القبطية الأورسوفكسية في مجال توفير الأجهزة التعوضية لذوي القدرات الخاصة مجزون الأهم وخير الأخبار من تلفزيون النار أهلا بكم اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والسيد محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور هلزايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وعدد من المسؤولين وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة هذا وقد اطلع الرئيس السيسي على تطورات إنشاء الشبكة الوطنية والتي تهدف إلى تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة وأيضا دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقا لأحدث المعايير العالمية هذا وقد وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في دراسة وتقييم كافة نتائج التجربة الاسترشادية في بورسعيد لبلورة أفضل نموذج وطني لتقديم خدمات اتصالات الطوارئ للمواطنين عن طريق الشبكة الوطنية الموحدة وذلك طبقا لأعلى المعايير العالمية مع مراعاة التأمين الكامل للشبكة بأحدث الوسائل هذا وقد اطلع الرئيس على الموقف الحالي للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس سواء الجاري تصنيعها أو التي سيتم استيرادها من الخارج هذا وقد وجه الرئيس السيسي أيضا بالتوسع في الاعتماد على التصنيع المحلي للقاحات كورونا مع الاستمرار في التنسيق مع الشركاء الدوليين وميرفا كوفاكس للحصول على مزيد من اللقاحات لدعم خطة التطاعمات القومية اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الوزرات دكتور مصطفى مدبولي ووزير قطاع الأعمال العام هشان توفيق ووزير قطاع الأعمال وذلك لمتابعة جهود عادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام وقد وجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام وذلك للمساهمة بفعالية لصالح الاقتصاد القومي ودعم الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الدولة وقد عرض وزير قطاع الأعمال العام جهود تطوير لوائح العمل والهيكل التنظيمي لشركات القطاع الأعمال كما استعرض الوزير جهود تطوير شركة جسور النصر للاستراد والتصدير سابقا وفي هذا الإطار وجه الرئيس السيسي بأن يمثل أداء الشركة بتوجودها الخارجي جسورا فعليا ممتدة مع العالم للتواصل التجاري والترويج للمنتجات والصدرات وقعت القوات المسلحة بروتوكول تعاون بين مصنع الأطراف الصناعية بجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب التابع للقوات المسلحة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية التابع للكنيسة القبطية الأورثوذكسية في مجال توفير الأجهزة التعوضية لذوي القدرات الخاصة وذلك بمقر الكنيسة القبطية الأورثوذكسية بالعباسية ويهدف البروتوكول إلى توفير الأجهزة التعوضية من المعدات والأدوات ووسائل المساعدة اللازمة لذوي القدرات الخاصة للتغلب على إعاقتهم وضمان ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم من أجل تحويلهم إلى أعضاء منتجين في المجتمع أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هلالزايد عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لأربعة وثمانين ألفا وستمائة وثمانية عشر مواطنا من خلال ثلاث وسبعين قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من الشهر الجاري وتأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية بحث وزير الخارجية سامح شكري اليوم بمقر الوزارة مع بياترس خمي سواني وزيرة خارجية جمهورية جنوب سودان الشقيقة العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك كان هذا مجاز الساعة السابعة من شبكة تلفزيون النهار ردمتم بخير إلى اللقاء